الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه اجمعين انتشر في هذا الاسبوع مقطع لرجل قيادي من قيادات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنين وهو الذي يدعى ويلقب بمولانا اسماعيل التاج والمقطع عبارة عن معارضة لدين الاسلام وطعن في دين الاسلام وفي القرآن العظيم وهذا المقطع يبين لنا ان هذا التجمع بكل مسمياتي وكل ما فيه انما هو حرب على الدين وعلى الاسلام احنا نسمع المقطع الذي هو كلامه وهو انتشر انتشار كبير جدا المقطع وناس كثير سمعوه وعلقوا عليه بتعليقات طيبة يدل على حرقة المسلمين وغضبهم لدينهم وهذا شيء طيب نسمع المقطع ونشوف الشيء الفوق ونرد عليه بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنطقهم هم ذاته وانا اعتقد ان ايضا تعيين امرأة في رئاسة الغضاء اذا تمها سوف يكون يعني نغلة مفاهيمية فيما يتعلق بمسألة شهادة المرأة يعني لمن يرون انها تساوي مثلا في بعض الغضايا الشرعية او الغضايا الاخرى انها تساوي نسل شهادة الرجل فاذا استطعنا انه ندفع بامرأة الى سدة رئاسة الغضاء فده دبع غوية جدا جدا في وضع المرأة في اطار المساوى من حيث الشهادة اه في كافة القضايا طيب اول حاجة اخوانا هذا الرجل القيادي من قيادات تجمع المهنيين يعارض معارضة صريحة وواضحة وسافرة بغير حياء ولا احترام حتى لمشعر المسلمين وجرأة واضحة على كلام الله عز وجل المحكم الذي هو امر من الاوامر ادي اطول اية في القرآن في صورة البقرة في الصفحة قبل الاخيرة ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليملل فليملل وليكتب الذي عليه الحق فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فلأول معارضة لهذا الانسان القيادي من قيادات قوى الحرية والتغيير لكلام الله عز وجل المحكم وربنا عز وجل يقول والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب لا احد يعقب على الرب العظيم رب العالمين لا احد يرد على الله عز وجل كلامه لغاية من يجينا واحد من قيادات قوى الحرية والتغيير دار يرد على رب العالمين وربنا قال ومن احسن من الله حكما وده خبر يعني لا احد احسن من الله حكما لقوم يوقنون ما في حكم احسن من حكم الله عز وجل وربنا عز وجل قال وتمت كلمة ربك اي كلماته وهو كلامه القرآن صدقا ودف الأخبار وعدلا دف الأحكام لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فانا با استغرب من انساني تجرأ هذه الجرأة العظيمة على القرآن على كلام الله وربنا قال ومن اصدق من الله قيلة ومن اصدق من الله حديثة ارفتا دي مسألة المسألة التانية ودي برضو خطيرة جدا في معارضة الانسان دالي كلام الله ان نصب نفسه مصحح لكلام الله عز وجل وللقرآن ولدين المسلمين لانه قال نحن إذا ولينا مرأة في سدة رآسة القضاء دقال يعتبر نقل مفاهيميا الله يسيد منك مجاري النفس نقل مفاهيميا هل الكلام ده مفاهيم ولا وحي من ربنا عز وجل دوحي ربنا تبارك وتعالى ربنا عز وجل حكم بذلك وهو أحكم الحاكمين وهو أحسن الحاكمين وهو رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين طيب انت عقبت ربنا عز وجل ودار تصحح المفاهيم ليه دار تصحح وما كان وما هو الخطأ في هذه المفاهيم الذي جئت أنت لتصحيحه أو لتصحيحه الخطأ شنو هل ربنا سبحانه وتعالى ظلم المرأة الكلام دا بيلزمك ترد عليه وتجاوب عنه ولو ما أعجبك كلامنا دا أمشي أفتح بلاغه وقاله انت قاضي والله ينتحداك بيقضاءك إلى أعلى محاكم في الأرض أو تحت الأرض عرفته انت بتتهم رب العالمين بالظلم دا ما حكم الله ربنا عز وجل حكم بذلك وانت قلت دائر تصحح المفاهيم فهل هل أنت تتهم الله بالظلم هل بتعتبر ان المرأة لما ما ساو شهادته بالرجل وشهادة المرأتين تساو شهادت الراجل الواحد هل دا ظلم للمرأة انت ما تخليك صريح وبعدين عشان يغبش على الوعي وبيظن ان المسلمين والشعب السوداني وغير من المسلمين انهم ناس بتمشي عليهم هذه الأفكار قال وإن كان البعض يرون قال أولا يرون دا قال مولانا قال يرون يرون المهم دا ما موضوعنا لكن دا ما البعض دا ما كلام البعض لا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلام الصحابة ولا كلام الليمة الأربعة ولا كلام جماعة من الجماعات شان ما يجي يقول لي ديلة الجبهجية ولا الكيزان المجرمين لا دا كلام رب العالمين تبارك وتعالى أحكم الحاكمين عز وجل إن الحكم إلا لله أي ما الحكم لأحد إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فربنا عز وجل حكم بالحكم فإنت لما تقول دائرة صحيح إنت أولا حاجة تتهم الله بالظلم لأن ربنا عز وجل هضم من حق الذين تريدوا تصحيح المفاهيم لصالحهم أو إن تبتتهم الله عز وجل بالجهل لأن ربنا عز وجل لأن الظلم ما بيجي إلا إذا كان الإنسان عنده سوء قصد أو كان الإنسان يعني جاهل فما يعرف وما يميز الحقوق عشان يدد حقه يدد حقه فإما لسوء القصد وإما للجهل وده كل رب العالمين منزع عنه فبيلزمك إنت الكلام ده تبين للمسلمين وتتوب لأله والحاجة وتعتذر للأمة المسلمة عموما وخصوصا الأمة السودانية طيب ده مسألة تانيا أو تالتا إسماعيل بوب ده بحاكي بوب مارلي ده رفتا ده إنسان كذاب في دعوه إنه دار يساوي المرأة بالرجل والمسألة إحنا جاينا من ناحية واقعية الزلد كذاب إنه دار يصحح المفاهيم أنه قال في مفاهيم مغلوطة إنه المرأة في وضع دون والراجل في وضع أعلى والدين ماسى وبناتهم والمسألة إحنا من جلاء لكن هو الدعوة بتاعته العريضة إنه دار يصحح المفاهيم دعوة كاذبة ودي دائر يخطب بيها ودى النسوان من الليلة لأنه معروف إنه الآن مجتمع النساء أكتر من الرجال وبعد ثلاثة سنة حتنتهي الفترة الانتغالية وحتتنزل وتحصل الانتخابات عشان النسوان يصوت اللي يسماعي البوب دائر يجيب لهم مسائل ودي نفس الطريقة حق التراب بالمناسبة ما مركتوا بعيد من الكيزان والجبهجية أنتو بتتفقوا معاهم في المتاجرة بهذه القضايا وإلا لو صحي ما كنتو ناس متاجرة وناس لعب كان اسماعي البوب وتجمع المهنيين وغيرهم من الناس كذا قبل الأدلة نحن بنعتقد أن حرام المرأة تتولى الولايات العامة لكن انتو عندكم ما حرام وحلال وإي حاجة عرفتها طيب انتو ليه ما نصبت المرأة في وضع الذي يساوي فيه نساء تجمع المهنيين ونساء قوى الحرية والتغيير بالرجال في قوى الحرية والتغيير والرجال في تجمع المهنيين كانت تساوم زي شنو كانت تجيب رئيس تجمع المهنيين مرأة كانت تجيب الكلمة القال القال النائب أو النائب عن تجمع المهنيين أو الفوضة تجمع المهنيين يقول الكلمة في أثناء يوم التوقيع بين الوسيغة الدستورية بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري كانت تجيب مرأة هي التي تلقي هذه الكلمة عشان توروا للمجتمع كله أو للعالم كله إنه نحن كتجمع مهنيين ما منطهد المرأة لماذا أجبت مرأة ما بتعرف تتكلم ولا بس يا هاب فضلت لكم دي إنه تضرب الدين وتطعم في القرآن وفي السنة وتقول دائر أصحبها المفاهيم ما تصحبوا المفاهيم عندكم ده واحد نمر اثنين كانت تجيبوا مرأة من نساكم كانت تجيبوها رئيسة الوزراء ترشحها لو جيت قلت ليلة والله نحن الموضوع بتاعنا موضوع بتاع كفاءات نقول لهم أيواء نحن برضو المنصب بتاع رئيس القضاء بنعيل للكفاءات ولأنه فيه أعباء كثيرة عشان كده انت جبت راجل لرئيس الوزراء عرفت ما جبت مرأة لأنه قلت موضوع كفاء يبقى المقياس ما هو مفاهيم والزلل بيقول مفاهيم ده دار عرض الدين ده ما دار صحيح مفاهيم وإلا كانت تجيب رئيس الوزراء عن تجمع المهنيين كانت تجيبو مرأة وموضوع السلسلة طويلة جدا يا خنتك أحزاب علمانية جو أحزابكم العلمانية ما جبت رئيس مرأة الصادق المهدي الرئيس حزب الأمه ما رئيست مرأة الناس الدقير وإبراهيم الشيخ وغيرهم العملين فوقهم بدافع عن الحقوق الآخر ما عندهم رئيس جابوها مرأة ما كانت تجيبوها عشان تصححوا لنا أنت أول المفاهيم أول حاجة صحح المفاهيم بعد ذلك تدعو الناس لتصحيح المفاهيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه وده من التناقض العظيم والواضح كان مرضو الحزب الشيوع السوداني كان يجيب رئيس أو سكرتير الحزب الشيوع السوداني بدل الخطيب يجيبو واحدة مرأة ليه ما جبتو مرأة يا نسوانكم كلكم يا تجمع مهنين وشيوعين وغيرهم ده لازم الكلام ما انتو ما جبتو مرأة يا إما يكونوا نسوانكم ما بفهما ده لازم بتاع القول أنا ما قلته لكن انتو ما جبتو معناتا واحد من اثنين إما نسوانكم دل ما بفهما شان كده ما في واحدة عندها كفاءة شان تبقى رئيسة حزب أو تجمع مهنين أو مسؤولة من محل أو انتو زادكم بتضطهد المرأة وعندكم مفاهيم مغلوطة وده تناقض واضح وصريح شان تعرف انه النازل ما قصدهم مفاهيم ولا قصدهم كفاءات وإنما القصد الدين ده مسألة جاه الله إن شاء الله بعد ذاك نحن أخواننا بنقول إنه الإسلام لما ذكر في بعض الأمور إنه شهادة المرأة تعضي النس شهادة الرجل ومسألة المساوى الزكرة الإسلام يبني هذه الحقوق لا على أساس المساوى بل على أساس التركيبة والتشريحة المرأة تركيبة وخلقة وتشريحة ما زي الراجل ما زي الراجل عشان كده ما ممكن يا أخواننا تكون الواجبات والحقوق لا يمكن أن تكون على قدم المساوى لأن الإسلام يبني هذه الأمور والحقوق والواجبات على العدل تكلف المرأة بما تطيق والراجل بما يطيق قد يكون العدل في أماكن هو المساوى وقد يكون العدل في أماكن هو غير المساوى فالإسلام ساوى بين المرأة والرجل في حق الحياء وفي حق التملك وفي غير كثير من الحقوق رفت والإسلام أكد كما جاء في القرآن نزل صورة كاملة بإسم صورة النساء وربنا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وبعد ذاك تاني أكد ذا أسلوب قوي جدا في اللغة العربية يؤكد حق المرأة في الميراث لأنه زمان ما كان بالدلع ربنا قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فالإسلام حفظ الحقوق وساوى في أمور في الإيمان وفي عموم التكليف وفي الجزاء لكن في أمور الإسلام رعاها بناء على إن خلقة وتركيبة المرأة أضعف من خلقة وتركيبة الرجل لأنه كده المرأة إذا مرت عليها الدورة الشهرية أداشي ربنا كتب على بنات آدم رفتها يا إسماعيل بوب فالمرأة ما بتصلي ولا بتعيد الصلاة لو قعدت سبع يوم ثمان يوم الآخر كذلك إذا جاء الصيام وجاءت الدورة الشهرية كذلك المرأة إذا دخل عليها الصيام الواجب الفرض عليها الركم من أركان الإسلام ما بتصوم وبعد ذلك تقضي في أيام أخر في أيام قوة لأنه ده أيام بتعضعفها فعشان كده يا أخواننا الناس اللي بيقولوا لابد نساوي المرأة بالرجل زي العلمانين وغيرهم ده الناس دارين يضربوا الدين ده ما موضوعهم المساوي بل حتى قوانين الأمم المتحدة اللي لا أمشوف الوسيقة بتاعت حقوق الإنسان خش أينت وإنت قالوا قاضي والله يا أخواننا كلام عجيب هانة الزلابية إن تقالوا قاضي قاضي ما عارف إنه في الغوانين بتاعت الأمم المتحدة بتاعت الكفار قال أنت متكيف من هذا ما عارف إنه في حاجة يسمى التمييز الإيجابي للمرأة قالوا يا أخواننا المرأة تركيبة ماذا الرجل أها مار الغران قال وليس الذكر كالأنثى فقالوا المرأة نديه إيجازات معينة للحمل وللأمور ديه الخاصة بالمرأة والرضاع إلى آخر أسموه التمييز الإيجابي للمرأة قالوا وهذا لا يقدح في قانون المساوى الموجود في وثيقة حقوق الإنسان العالمية أنتو الآن عملت تمييز وما التزمت بكلامكم بتاع المساوى بناء على جنوب بناء على خلقة وتشريحة وتركيبة المرأة تجي أنت تجي تطعم في الدين وتعارض كلام رب العالمين ولذلك يا أخواننا نحن بنقول نحن بنقول ديها الدولة المدنية التي يدعو إليها حزب الحرية والتغيير كشروا عن أنيابهم الآن وده تصديق ليه كلام محمد يوسف مصطفى قال الدين ما عندوش علاقة بالدولة لما شافة كبيرة قال أو على الأقل نقول إن الدولة بعيدة من الدين ما عندهاش علاقة بالدين أو كما قال بالتالي لا بد من تحذير الدين من الدولة دين ما عندوش علاقة بالدولة أو على الأقل الدولة ما عنده علاقة بالدين تكون بعيدة من الدين فالنازل داريني عارضوا دين رب العالمين ما أفزل غالطك في كفاء جيب أحسن مزارع في الدنيا مسك وزير الزراعة سوداني مسلم عرفتها؟ جيب أحسن مسلم سوداني ولا كوز ولا جبهجي ولا مجرم ولا أكل باسم الدين عرفتها؟ مسكوا وزارة الصناعة مسكوا رئيس ما فيه إشكال جيب كفاءات الأهل الإسلام بيدعوا لي كده؟ ربنا عز وجل قال إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتأذ القربة وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي وهو التعدي على الناس عرفتها؟ لكن دي أخواننا ده الوجه الحقيقي وأصلاً الزول ده قيادي في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير وده أسسوهم الشيوعين الحزب الشيوعي شاكده أخواننا المواقف هي وليدة العقائد الزولة بيفسر المواقف بعيدة من عقائد الزولة المتكلم والمتحدث ده إنسان بيكون قليلاً خبرة في تحليل كلام الناس الشيوعين ده جاء ضد الدين ضد الدين تماماً وقالوا نحن كافرين بحاجة يسمى الدين زي ما قال لينين والحزب الشيوعي في السودان هو يعني ينتمي إلى ماركس وليينين وإستالين والنازل وده قالوا في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي هنا في السودان ما زلنا على ماركسيتنا والليلينية حقتنا المهمة ما دارت فرع في الكلام لكن يا أخواننا النازل بيقول بأي معنى ننكر الأخلاق والسلوك بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله فعدم إيمان بالله خلهم يلقوا فرصة عشان يضربوا بها الدين ويقدحوا بها في الدين ودي ما غريبة أصلا على الناس الشيوعين دل طيب الزول دي أخواننا بعارف في الآيات والأدلة ودائر المسلمين ودائر يجيب قال على سدة رأسة القضاء امرأة عشان يغير المفاهيم طيب يا أخ نحن ربنا عز وجل والقرآن البنقراه بيأمرنا نحن كمسلمين إنت رأيك شنو كدير الدلين على الكلامنا يا إسماعي البوب رفته ما عندك أي فهم إلا المسيرات المسائر حقك العاملة دي ما في أي فهم والله تعارض في الدين وتطعم في الدين والله من خليك ومن خلي أي علماني بل أي بني آدم يطعم في الدين وما مبرر ليك إنك تجي تقول الكيزان فسده معنات الدين ما نافع نحن من زمان قلنا ليك الكيزان أصلا من هجم أدينهم مبني على الباطل مبني على الانحراف عن الإسلام الإسلام لا يقبل الإضافة ما في حاجة إسلام إخواني وإسلام علماني وإسلام صوفي الإسلام لا يقبل الإضافة الإسلام هو ما جاء به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه بدع ما فيه ضلالات ما فيه يعني ظلم للناس ما فيه استعباد للناس الجبهجية مبنين على منهج منهج باطل ومنهج فاشل منهج مبني على تفرقة الأمة منهج مبني على المظاهرات والخروج منهج مبني على الخلاف العقيدة نحن زمان من بدري بالرد على الجبهجية والكيزان من بدري من بدري مما ربنا سبحانه وتعالى دخلنا الجامعات نحن بالرد على الجبهجية من زمان وبنرد عليهم في أي مكان وما كانوا معارضين ناس لأنه بننقط أصولهم من تحت لأنه الليلة كثير من الناس مشكلتهم معاهم أو ما عرفوا الكيزان كعبين إلا لأنه عصروا في دنياهم لكن احنا مشكلتنا معاهم كانت في الدين نمشي أي بلد الكيزان يفتحوا فينا بلاغات كاذبة يضيقوا علينا في الدعوة مشينا الدمازين اعتغلونا مشينا الجنين اعتغلونا مشينا حلفا القديمة اعتغلونا يقفلوا لنا منابرنا يخل كذان كأننا جي نعمل منبر نبين للناس الدين وفساد الجبهجية في جامعة الخرطوم شرع المين يجيبوا فيصل العجب وهيسن مصطفى اشتغلوا معانا موازي في الركن في شرع المين الجبهجية يجيبوا فيرغتنيكات افتحوا الموية في النجيلة شان الناس مات يتكلم فالجبهجية أصن ناس منهجوا منحرف ناس منهجوا باطل والآن العلمانين وناس تجمع المهنين لو دارين يجيبوا علمانية أكتر من الجاب والكيزان ما أظن يجيبوا لأن المواطنة ومسألة تولي المرأة للولايات والآخر دي جابة ترابي ما جبتها انت بمسائرك دي يا اسمع البوب دي جاب والجبهجية فنحن مشكلتنا معهم في الدين ما مبرر يوم من الأيام فساد الكيزان إنه فساد للدين والإسلام عرفتها؟ فعشان كده نحن ممنقبل إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى وأجل وحاشاه أن يغير أو يبدل أو يزيد أو ينقص ربنا عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وسبب الآيات دي كانت سبب في إسلام عمر رضي الله عنه شاكد أخواننا نحن مندعو المسلمين ابقوا بصيرين با دينهم ما فزولي سوقهم الكيزان كعبين أها معناه الدين كعب الدين ما كعب الكعبين الجبهجية يا ماحد ما طبقوا الدين والإسلام يا أخي العنصري الاسمه الطيب مصطفدة قال لقد قال الحركة الإسلامية تحولت إلى علمانيا الكلام ده أظن 2008 أو راو قبله قال تحولت الحركة الإسلامية إلى علمانيا ولم أعد قياديا بها كيزان بيأخلوا بإسم الدين شاكد سألوا حسن مكي قالوا له لأي أنتوا في انتخابات الحركة الإسلامية بتصوتوا بالبطاغة الشخصية الكلام ده برضو في الألفينات أو بدايات قال لأن كوادر الحركة الإسلامية يمارسون التزوير بوصفه عبادة زول بيزور وبيرجو إنه ربنا عز وجل يكتب له حسنات فما تجيب لي سيرة إنه الكوز كعب معناته يتطعم في الدين نرجع لكلامنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قال خرجت أتعرض والحديث في مسند الإمام أحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم قال فوجدته قد سبقني يعني إلى الكعبة قال فاستفتح صورة الحاقة فلما سمعت القرآن قلت ما أعجب تأليف القرآن والله إن الذي تقوله قريش إن القرآن لشعر لحق قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قلت إذن ده كلام عمر رضي الله عنه إذن هو قول كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين عشان ربنا عز وجل يعلم الناس إنه ده كلامه قال ولو تقول علينا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين قال العلماء لأن اليمين أقوى في البطس أو لأخذنا بيمينه هو ثم لقطعنا منه الوتين قال العلماء وهو الوريد الذي يتعلق منه القلب ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إذا كان ده الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتب قرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يحايلين فدي أخواننا مصائب كبيرة جدا زول يجي عرض الدين عديد يعارض كلام الله عديد ربنا قال واستجهدوا شهدين من رجالكم يقول لا دارينا صحي على المفهوم ده والله أنا لا أجد لذلك مثلا ينطبق على هذا الرجل إلا مثل إبليس إبليس بس ربنا عز وجل قال له أسجد قال أسجد لمن خلقت طينا ربنا أمر بأمر وإنت تعارض فوقه فنحن ما بنخليك نرد عليك ونبين باطلك ونبين منهجك الفاسد القبيح الباطل السيء ونحن ما بنقبل كمسلمين إنه تساولينا كلام الله عز وجل والقرآن بقوانينك الجايبية من فرنسا من أسيادك الفرنسيين أو الإنجليز أو الهنود أو الأمريكان أو الشيوعين لأنه ربنا قال ومن أحسن من الله قولا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وربنا عز وجل قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وربنا عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة ونحن ما سبب ضياعنا إلا أن نحن بعيدنا من القرآن يا خس مع ربنا قال شنو ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يخزول بعارط في الدين ويطعم في الدين ونحن نرجو الفرج من الله كيف يا أخوان شاكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا لم يتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر يوشكوا الله أن يعمهم بعذاب فيدعون فلا يستجيب لهم وربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما هي الفتنة الأعظم من إن إن إنسان يرد كلام رب العالمين بل القرآن أطبيق والعمل بيه دالفي والفلاح والفساد شنكيدا ربنا ذم بني إسرائيل ربنا قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ربنا عز وجل قال دي آيات واضحة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ذهين ربنا جعل المقابلات القرآن ما أنزل إلينا من ربنا وأولياء ناس تانيين يجونا بأفكار وكلام باطل ومنحرف نتبع كلام منهم ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه الظالم دا المشرك وممكن تكون مشرك بتنادي غير الله مشرك بتشرب مهي طلوضه بتاعت الشيخ مشرك بتدردك في القبور وتعلق الحجبات مشرك بتمشي للقبة وتنادي الشيخ مدده فلان دا مشرك وممكن تكون مشرك تاني بتقول الله ماف وده اسمه شرك التعطيل ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا وربنا اجاب ليك الكلمة دي فلانا ليكون القرآن صالحا لكل زمان ومكان اضلاك بوب ومات على العقيدة دي وما تاب منه وانت بباريت ومت عليها تتورط اضلاك لينين اضلاك فلانا وعلان الاية دي صالحة لكل زمان ومكان ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني والله يا اخواننا ايات واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار انا ما ازعت دي ماذا لتفسير واتحدث والجبليل يا معنى تاني ربنا عز وجل قال ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خذولا والشيطان ما اللي يكون شيطان الجن براو لانه شيطان الانس برضو شيطان ربنا عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا فربنا عز وجل قال قال يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي بعض العلماء قالوا دي شكاية الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض امته يوم القيامة وقال الرسول يا ربي ونحن اخواننا كناس سودانين بنعتز انه بنحب ربنا عز وجل وبنحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما قعد الجبهجية في صدور الناس وغير من تجار الدين الا لانهم بيزعموا للناس انهم بيحبوا الله وبيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف نحن نزعم اننا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الله ويجونا ناس زي ديل يطعنوا في الدين تبقى قاضي واللجين احمر والله ننجمك نجان بالادلة لما ترجع عرفته؟ دي شكاية وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر تلاوة او هجر او هجر تدبر او هجر عمل تقوم انت دل بهجر سايق بيشكوك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تجي انت تقوم تعارض وترد كلام الله؟ ربنا قال والنجم اذا هوى آيات عجيبة والله آيات ايز المؤمن وإنسان منصف والله لو كان منه والحرية والتغيير وسياسي بس كان بيقول لي اخي ابتلينا مصيبة وأرجع واعتذر للشعب السوداني باسم الحرية والتغيير ومن دعا الى ضلال كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قال والنجم اذا هوى اقسم ربنا بالنجم اذا هوى اذا غاب النجم مع طلوع الشمس والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم ابن كثير قال او بعض العلماء قالوا ليه ربنا قال صاحبكم قال لانه يوريهم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم المعايشنا هم من الصدق ومن الامانة ومن الديانة ومن عدم الكذب على الناس نجن احنا الليلة نحتاج ندافع عن القرآن وندافع عن الدين الجباوى الرسول صلى الله عليه وسلم وهل في يساء اكبر من انه نقول له يا رسول الله الغران الجباو ده فيه ظلم للمرأة وفيه هضم لحقوقه وفيه جهل وفيه يعني بيسمع عداوة بين الرجل والمرأة يبقى دينك ده ما نافع اكبر من كده تسوي شنوه اكبر من اساء زيديه للدين وللرسول الله سلم تسوي شنوه فربنا قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم ما ضل عن جهل وما غوى عن سوء قصد وما ينطق عن الهوى ربنا زكى منطق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ده كلام الله الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا كامل إن هو إلا وحي يوحى بعد ذاك ربنا زكى الواسط بينه وبين الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآيات والصورة فدي أخوانا يورين إن الناس ديل نسأل الله عز وجل كفين شرهم والله نحن ما بنبكي لدنيا ولا دايرين ملك ولا بنلهث في انتخابات ولا سياسة ولا دايرنا ولا ساعر الله ولا باكن فيها لكن نحن أي زول يتكلم في الدين يتأكد إن والله وبالله وطالله لو بيقيت أب أو أخو أو أم أو حبوبة نحن ما بيخليك والله نكشفك للناس ونفضحك فضايح وننزلك في مكانك اللايق بيك إنسان يا أخي من أسفه ما يكون داير هو سفيه يعارض كلام الله وينسب السفة للقرآن قرآن يا أخي أنت لو قرأت الحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة مجرد قرأته بس أنت تجي تطعم فوقه كلام ربنا أصلح بيه والناس والبشر ربنا نزل القرآن دا يصلح البشر وينفع البشر ويهدي البشر ويصلح لهم دينه مدنيا تجي أنت تطعم فوقه ولذلك أخواننا نحن وصيتنا لكل مسلم لكل مسلم والله دا لا كلام بتاع جماعة ولا حزب ونحن كافرين بها وقلنا الأحزاب دي كلها باطلة والجماعات دي كلها باطلة ارفته لكن نحن بنقول للناس إن يا ناس هذه الأحزاب والتجمعات الناس تحذر وتبعد منا والإنسان إذا أصر ومشى نحن ما عليك ما مسيطرين عليك عشان ما يجيك واحد يفهم يقول لك لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر آي أنا ما بكسر رقبته دي معناه لكن بتكلم وببين بعد ذلك لست عليهم بمسيطر فنحن النازل بنبين لهم ونحن دارين أي زول مسلم ما يقعد معهم لأنه ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب ونحن دارين أي مسلم يرجع أرجع صورة النساء شوف الآية دي معناه ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في القرآن وده في صورة لا نعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا دي الآية المشارلة في صورة النساء ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره طيب لو زول ما سمع كلامنا حكم في القرآن شنو ما تقول لي ده تفسير أقرأ لا يدي والتفسير لنا أنا خليني التفسير ربنا قال إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين البستهتر بكلام الله واضح والكافرين الراضين بهم في جهنم جميعا فده موضوع خطير خطير يا اخناس استهزوا بالصحابة استهزاء ربنا عز وجل قال وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ بنقطع الطريق والمسافة ليتبوك بعيدة بنتكلم كلام نروح عن نفسنا ربنا قال وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَرَبَّنَا كَفَرُّمْ لَأَنَّهُمْ يَسْتَهْزَو بِالصَّحَابَةِ زولي يجي يعارض ربنا عز وجل في كلام ونسأل الله أنه يرفع الفتن من البلد دي والمصائب جاتنا الكائنات الغريبة دي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله انظر كيف يشركون به ويجعلون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم والله كون ربنا عز وجل رحمنا وما ابتلى السودان كله بالفيضانات أو ابطلانا بمرض أو بغرق أو غيره ربنا عز وجل رحم شأن الناس يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين الفتن والمشاكل والغلاغ ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة وأن يعوض المتضررين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم المعاناة وأن يوسع على المسلمين في دينهم ودنياهم وأن يكفينا شر المجرمين إنه ليذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين